أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن كتلة الشباب تمثل طاقة إيجابية هائلة يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها ولتحصين عقول الشباب العربية ضد الأيدولوجيات المتطرفة والحيلولة دون غرس أي أفكار هدامة أو مغلوطة بها والتي من شأنها أن تهدد مقدرات وكيان الدول جاء ذلك خلال استقبال سيد الرئيس وزراء الشباب والرياضة العرب وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن سيد الرئيس اقترح إطلاق عام 2023 عاما لشباب العربي بحيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام وكذلك دراسة إنشاء التحاد لشباب العربي كألية متطورة تعامل كجسر ومنصة تسهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي أكد الرئيس السيسي أن قطع الشباب يمثلوا بعدا أساسيا للأمن القومي للدول ومشددا على أهمية توعية الشباب العربي بالانخراط في مجالات التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم التكنولوجي المتسارع والتي تؤثر بشكل كبير على مستقبل فرص العمل أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك حوارا مفتوحا وتبادلا للرؤى بين الرئيس السيسي ومجموعة من الوزراء حول التجارب العربية المختلفة في العمل الشبابي وكيفية الاستفادة منها في دعم الحوار الشبابي حيث أشد الوزراء العرب باهتمام مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجالين الشبابي والرياضي شكرا شكرا